موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى مجازي أخبار الآن تحطمت قاذفة روسية من طراز سوخوي 24 اليوم عند إقلاعها من القاعدة الجوية الروسية في حميميم غربي سوريا ما أدى إلى قتل تاقمها ووزارة الدفاع الروسية قالت بهذا الإطار أن تحطم الطائرة يرجع إلى عطل فني دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل اشتبك تنظيم داعش مع تحالف هيئة تحرير الشام المعروف بالنصر سابقا في محافظة حماس سوريا أمس الاثنين وذلك بعد أيام من تصريح النظام بأنه أخرج تنظيم داعش منها هذا وكان تنظيم داعش قد احتلت نتاي عشر تقرية بمحافظة حمافاتحا جبهة جديدة مع تحرير الشام أعرب سفير الاتحاد الأوروبي في العراق عن استعداد التكتل للقيام بدور الوساطة بين إربيل وبغداد وأشاد السفير الأوروبي في العراق بشعب وحكومة إقليم كردستان لجهودهما الإنسانية في إيواء أعداد كبيرة من النازحين داخليا واللاجئين وكذلك التعاون والتنسيق القائم بين حكومة الإقليم والاتحاد الأوروبي أعلنت شرطة بنجلاديش العثور على جثث تسعة مهاجرين بعد غرق مركب مكتظ بعشرات الروهينغا الفرين من العنف بورما في مياه نهر على حدود بنجلاديش مما يرفع حصيلة الضحايا إلى ثلاثة وعشرين قتيلا وبحسب قائد الشرطة فإن أكثر من نصف عدد ضحايا الكارثة هم أطفال دعت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية آيكان التي فازت الأسبوع الماضي بجائزة نوبل للسلام 2017 دعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحفاظ على الاتفاق الدولي مع إيران حول برنامجها النووي وقالت مديرة آيكان خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إن بقاء الاتفاق الدولي مع إيران ضروري من أجل تجنب أي نزاع جديد تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى برلمان إقليم كاتالونيا حيث من المنتظر أن يلقي رئيس الإقليم كارلس بيكدمنت خطابا بشأن الاستقلال بعد انسداد سبل الحوار مع الحكومة المركزية في مدريد وكان رئيس الإقليم قد ألمح في وقت سابق إلى أنه يعتزم إعلان الاستقلال من على منبر البرلمان في خطاب اليوم قال باحثون أمريكيون أنهم طوروا اختبارا دقيقا وسريعا يكشف عن بكتيريا سالمونيلا لدى الإنسان والحيوانات في غضون 24 ساعة فقط وأوضح الباحثون أن الاختبار الجديد يكشف عن بكتيريا السالمونيلا المتواجدة في العينات البيئية والسريرية بما في ذلك مسحة الحليب والدم والبراز شكرا نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك شكرا